السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكو حبايا بقلبي عملين ايه يا رب دايما تكونوا بخير وفي احسن حال اللي اول مرة يشوف قناتي ياريت يعمل اشتراك في القناة ويفعل الجرس عشان يوصلوا كل جديد وياريت تدوسوا لايك للفيديو انا دلوقتي بعمل لكم بطاطس محمرة بس بطريقة جديدة جدا خالص ممكن اول مرة تكون على اليوتيوب انا دلوقتي قطعت 3 بطاستيات تمام هقطعهم سابع وفي الوقت دوت انا كنت مولع على الزيت علشان يغلي كويس جدا معي انا غسلت البطاطس كويس وحطتها دلوقتي في الزيت وهنسيبها تستوي مع بعض وفي الوقت دوت انا حطت فحمية على النار وموطية عليها النار هنجيب بصلايا صغيرة في الحجم دوت صغيرة ولا صغيرة ولا متوسطة يعني معقول في الحجم المعقول وهنبشرها على المبشرة من الجزء دوت من المبشرة هقولكو هنحتاجها في اي دلوقتي هتشوفوا كل حاجة والموضوع سهل جدا ومش يخد منك وقت يعني ما تقلقوش انا دلوقتي البطاطس معي اخدت اللون دوت الدهبي حلو جدا هطلعها دلوقتي على المنادير علشان تصفي الزيت بتاعها انا دلوقتي كده برج الحل علشان اقلب المية البصل في البطاطس كلها يأتخذ من طعم ورحة المية البصل وهجيب ورقة سلوفان لو مفيش ومش متاح عندك يبقى ورقة بصلايا قشرة البصلة الحمرة هتحطيها عادي جدا هتنخسليها وتحطيها تمام وهتحطي جواها معلقة من البصل اللي احنا قطعناه مع بعض واتحطي الفحمية وتحطي عليها معلقة زيت وتغطيها على طول الدخان ساعتها هيطلع كتير جدا تغطي عشان الدخان كله ما يخرجش بره وتسبيها حوالي خمس دقايق لحد ما الدخان كله يخلص انا دلوقتي فتحت عليها وقدامك وبصوا البطاطس طرية جدا يعني حاجة في منتهى الجمال لو اطفال وكده ما مش تبقوا قلقين عليهم من نهاية تكون نشفة ولا حاجة والسلام عليكم اشتركوا في القناة